ترجمة نانسي قنقر يلعب بفكرة أنه هو يشارك بعناصر بديلة وعناصر صاعدة مع مجموعة من العناصر الخبرة عشان برضو تكون رجليهم في الملعب قبل موعد نهاية دورة أبطال إفريقيا أو هناك فكرة أخرى أنه يكون فيه راحة لعدد كبير جدا من نجوم الفريل أول حفاظا على جاهزيتهم لمباراة نهاية دورة أبطال إفريقيا عموما سبورت 360 مصرية عرض المرحلتين والتفكير بالنسبة للفترة اللي جاية طيب كمان معنا الحساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر كتبوا أن فيه فتوى طبية بتمنع علي معلول من المشاركة مع الأهلي أمام الطلاقة هي دراسة للجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني وعدم الدفع بعلي معلول في مباراة طلاق الجيش وكان بالأمس معنا زمننا شريف شعبان وتكلم على جزئية أن فيه تجهيز لعدد من اللعيبة علي معلول ومحمد مجدي أفشا وعدد آخر محمد الشناوي لمباراة فينال دورة أبطال إفريقيا وهيكون الحفاظ على هذه العناصر وعدم الدفع بيها في مباراة طلاقة الجيش كمان معنا من خلال السوشيال ميديا صفحة المصري اليوم الرياضي الحساب الرسمي قالوا أن علي معلول خارج حسابات الأهلي في مباراة طلاقة الجيش وكننا تكلمنا مع حضرتكم وقلنا بالضبط إيه اللي هيتم في هذا الموضوع خلال الفترة اللي جاي أيضا كمان من صفحة الوطن الرياضي نتكلم على فكرة أحمد فتحي بديلا لعمر السولية في الأهلي أمام طلاقة الجيش كلنا عارفين أن عمر السولية في مباراة بيرامدز في الدوري خد كارتة أحمر في منتصف الملعب نتيجة طبعا قرار من حكم المباراة وبالتالي هيكون غايب عن مباراة طلاقة الجيش في ختام الدوري ففي رؤية أو وجهة نظر من خلال عرض زملاء نفي الوطن الرياضي إن أحمد فتحي كلاعب جوكر يقدر يؤدي في أكتر من مركز هيكون موجود في مركز عمر السولية وبالمناسبة فتحي بيجيد اللعب في مركز المساج في مركز الظاهير الأيمن وأيضا كمان في مركز الوسط المدافع كمان معانا من يلا كورة يلا كورة يكشف ماذا يدور في عقل موسماني بشأن معاري النادي الآلي خلال الفترة اللي جاية طيب في هذه الجزئية احنا بنتكلم إن المصدر بالنسبة للزملاء في يلا كورة قالوا إن بيتسو مسماني استقر وده وجهة نظرهم ومعلوماتهم استقر على عودة أكرم توفيق لاعب وسط الجونة وناصر ماهر صنع ألعاب سموحة ولسه في مفضلة بين أحمد ياسر ريان وصلاح محسن مهاجمة الفريق المعارين لنادي الجونة ونادي سموحة ولم يتحدد موقف عمار حمدي ومحمد شريف إلى أن يتم الحسم من قبل بيتسو مسماني ده يتم خلال الساعات اللي جاية أو تحديدا بعد ختام دوري أبطال إفريقيا يكون عندك مساحة زمنية تقدر تفكر في اللعيب المعاراة لكن في هذه اللحظات أكيد الجهاز الفني شغل والشاغل والاجتماعات بتتم بخصوص تحضير المرحلة الجاية ختام الدوري ومباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا طيب معنا كمان آخر حاجة من صفحة الأهرام بيتكلموا على أن الأهل بيستقر على عودة هذا الرباعي من الإعارة طبعا الزملاء الإعلاميين والصحفيين الشغل يشغل في الفترة الحالية وإحنا بننتهم المسم وبنستعد المسم الجديد المعارين والصفقات الجديدة والانتقالات هذا الملف تحديدا مغلق في هذه الفترة داخل جهاز القورة في النادي الآن عندنا أولويات ختام الدوري بشكل جيد نهائي دورة أبطال إفريقيا والمعاد خلال الفترة اللي جاية وأيضا كمان لازم تشتغل على فكرة بعد كل ده بقى إزاي هتحضر بالنسبة للمسم الجديد لأنه لسه عندك قيمة معارين وعندك صفقات جديدة كل ده هيكون مؤجل لما بعد نهاية المسم المحلي والإفريقي وبعد القيمة الأولى اللي تحدد معدها يوم 11 نوفمبر أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسه مستمرين مع حضراتكم في تريند الأهلي وبالتأكيد هنطمئلنا على آخر استعدادات الأهلي في التدريب الرئيسي على ملعب مختار التيتش شكرا